اشتركوا في القناة وأن يكون تماسكنا ووحدتنا السند الذي نركن إليه جميعا لنعبر إلى بر الأمان وأضاف سموه أن علينا أن ننظر بتفاؤل إلى المستقبل وأن نتحل بالوعي واليقظة وأن نعمل على صيانة الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره وشدد سموه على ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية والحفاظ على روح الأسرة الواحدة التي تجمع بين أبناء البحرين وتعزيز التواصل فيما بينهم من أجل الحفاظ على ما تحقق للوطن من إنجازات ومكتسبات في مختلف المجالات وأكد سموه أن البحرين غنية بتراثها وثقافتها وإرثها الحضاري العريق مثنيا سموه على الجهود التي تبدل على كل جهد يبدل من أجل الحفاظ على هذا الإرث وتنميته واستثماره تراثيا وسياحيا في التعريف بمكنون الحضارة البحرينية الأصيلة وإسهماتها التاريخية في خدمة الإنسانية ومشيرا سموه إلى دعم الحكومة للمشروعات الاستثمارية التي تهدف إلى تشجيع السياحة في البحرين والتي تسهم في إبرازي وجهة البحرين الحضارية والسياحية اشتركوا في القناة